بخصوص ما تم تداوله عن الحديقة الدولية ولجدل المطار الشديد حاول أنه فيه تجريف بيحصل الحديقة الدولية وناس بتشارك صور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه الحقونا الحقو الحديقة الدولية ثم كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الأمر وما تم تداوله من صور اللي بتزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة اللي فيها تمهيدا لبايعها ده كان تحديدا محتوى الشائعة مباشرة تم التواصل مع محافظة القاهرة ده بحسب تصريح مجلس الوزراء ونفت المحافظة تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية أو إزالة الأشجار النادرة بها وقالت أن الحديقة الدولية لا يمكن المساس بها وشددت على أنه طيب إيه جماعة الصور اللي احنا شايفينها دي اللي بيحصل ده خط التطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدمتها مع الحفاظ على محتويات أجنيحة الدول المختلفة المتواجدة بها من النباتات والأشجار النادرة بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة لزيادة إيرادتها خلال الفترة المقبلة كل الكلام اللي فات ده عظيم عظيم من حيثه أنه من حق الناس تسأل ومن واجب الدولة أنها تجاوب وأنها المراضي الحمد لله جاوبنا وردينا بسرعة يعني الشائعة ما خدتش وقت طويل جميل جدا لحد آخر سطر وآخر سطر هيفضل أصل كل الشائعة آخر سطر في التوضيح بالمناسبة اللي بتقول فيه محافظة القاهرة أنه لأ ده احنا بنعمل تطوير والتطوير ده ليه؟ عشان جذب استثمارات عشان زيادة الدخل المشكلة واللي بقى لازم نواجه نفسنا بيها وقبل ما نقول إن إحنا يقول الشائعات ده حاجة وحشة وقبل ما نتهم الناس إنهم بيقولوا كلام غلط وبيروغوا كلام غلط بالمصبط ده بيحصل إحنا بنروغ كلام ما بنبقاش عارفين أصله يعني إحنا عندنا ثقافة بيقولك لكن الحقيقة إنه لأ المراضي الشائعات عشان نعرف زي نواجهها أصلها طول الوقت ضيق الناس الشديد من طرق الاستثمار في الأماكن العامة ولازم نقول كده الناس عندها حالة من الاستفسارات والتساؤلات عن طرق الاستثمار في الأماكن العامة ما ينفعش يا جماعي يبقى كل مكان عام مفتوح والنهار ده إحنا بنتكلم عن مكان بحجم الحديقة الدولية بالمناسبة الحديقة الدولية أنشئت سنة 87 فممكن حد يقولك هي مش تاريخية يعني أو الحاجة بس الحديقة الدولية متنفس حقيقي في مدينة نصر مدينة نصر وكلنا عارفين بالمناسبة يعني احنا بنكلم عن حديقة الطفل عفوا حديقة ده بيقولوا لي بس هي وحديقة الطفل طيب انت كنت بتروحوا رحلات في حديقة الطفل غالبا احنا كنا غالبا في فترة طفلتنا يعني جيلة تمانينات وتسعينات دولة الرحلة الرسمية لنا هي حديقة الدولية واحنا النهار ده مش بنكلم عن حديقة الدولية بدافع النوستالجيا خالص خالص لا تقول ايه كلام عاطفي لكن اللي احنا عايزين نقوله الشائعات اللي بتحصل وبتتكرر بسبب انه ناس دايما عندها التساؤل هو بيحصل ايه هنا حديقة الدولية المقامة او اللي تم افتتاحها سنة 87 مقامة على 55 فدان متنفس في مدينة نصر لانه مدينة نصر مع كل احترامنا لهذه المنطقة الجميلة يعني الا انها عبارة عن بلوكات اسمنتية صماءة فالنفس الوحيد في مدينة نصر فعلا زي ما زبالي بيقولولي كده انه الحديقة الدولية وحديقة الطفلية غالبا كمان اللي هي على بعد شارعين منها انما الفكرة انه الحديقة الدولية ثروتها وجمالها كانت ونتمنى انها تفضل في فكرة انه كل دولة لها مكان فلو عايزين نزود الاستثمارات وندخ استثمارات ونزود الايرادات في الحديقة ما تيجوا نقول لكل دولة تعالوا يا جددي الجزء اللي خاص بتاعكم تعالوا نجيب كل دولة من الدول اللي لها زي جناح كده بيعبر عنها فيه مكان ياباني ومكان سعودي مكان اماراتي ما تيجوا نقول لهم تعالوا اعملوا لنا هنا مكان يبقى احلى وتعالوا نخلي الدول تتنافس في انه يبقى الحديقة الدولية حاجة ممتعة فتزيد الاستثمارات او يزيد الزيارات للحديقة الدولية لانها بقت حلوة هو مش لازم تزيد الزيارات لانه بقى فيه كافي جديد ومش لازم تزيد الاستثمارات لانه بقى فيه اماكن ناعد ناكل فيها كفاية اكل كفاية اكل وكفاية اكشاك اكل لكن الحقيقة انه الاماكن الحلوة في مصر محتاجة انها تتنور تتلمع والاستثمارات تزيد والدخل يزيد بطرق كتيرة مختلفة على كل حال الخطوة الاولى على طريق اننا نمحوا الشائعات او اننا نقضي على الشائعات بصراحة كلمة كبيرة او ان احنا نقضي على الشائعات هو مزيد من الحقيقة والخطوة التانية وكتير من التواصل مع الناس ايجر ايه لو حصل اجتماع في الحديقة الدولية مع سكان مدينة ناصر يا جماعة احنا عاملين اجتماع في الحديقة الدولية عشان هنبحث طرق تطويرها ده يزود الانتباء ويحبب الناس في الموضوع ويخلينا كلنا شركة في كل الخطط التطوير والاستثمار اه تحتاج شوية مجهود لكن ما كاسبها اكتر بكتير